اشتركوا في القناة مولي العهد في برقيته اعتزازه بالعلاقات الاخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتكامل الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق في كافة القضايا الهامة باعتبار المملكة الشقيقة العمق الاستراتيجي والبلد صاحب الدور المحوري في المنطقة سائلا الله العلي القدير ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر والشعب السعودي الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيدة من التطور والنماء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله برقية تهنئة مماثلة الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهنيه وتبركاته في ذكرى هذه المناسبة واطيب تهنيه وخالص امنيته له بمفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق المزيدة من التقدم والازدهار